من أول لقطة ما توافقش طمعا يعني من أول ما يبتدي يتغير تاني خالص ما توافقش طمعا لأن هنا أصبحت بقل هو الراجل اللي احنا قلنا عليه أسوأ إختيار ده هنا الإختيار للغلط ده اسمه إيه الراجل ده في علم النفس لا هو راجل ممكن يكون إيه يعني مش عايز أقولها كلمة وحشة شوية بس اللي هو أقرب للخبيث شوية على فكرة هو برضو فيه ستات أنا هاجل الستات وصبره بس عشان فيه ستات بتتمسكن برضو يعني طيب يبقى أول واحد الراجل عايز الست الروشة الحلوة اللي بتلبس حلو في نفس الوقت ست البيت الشطرة التمان حلو كده موجودين ليه الراجل بيخاف عايز أقولك على حاجة الموجودين ليه الراجل بيخاف من الست القوية للراجل بيخاف من الست اللي بتعرف تاخد حقها اللي عارف حقها فين ولو جيت على طرف ليا ولا على حقي أنا هعرف أخد حقي منه بسي إيه اللي يخوف في كده بسي دي فطرة دي طبيعة دي طبيعة في الرجل بنرجع لها شوية لأدم وحوة يعني في البداية خلص حوة تتخلق منين كلنا عارفين من دول على الرجل فهنا الحتة هي جاية للراجل وجاية للست زي ما الست أفضل حاجة عندها الاحتواء والحضن حتى اللي هو الطبيعي ما بين الراجل ومراته يعني أو الأخ واخته حتى ده بيفرق في مشاعر الست جدا نفس الكلام بالنسبة للراجل هو الراجل حاس أن دي جزء منه وأن هي بتطلع منه وأن هي بترجع له تاني وأن هو لازم هو اللي بيفضل مسيطر شوية خلينا نتكلم بصراحة فبالتالي هنا معادلة الست زكية بقى هي تاخد كرارات وتبقى شخصية قوية جدا وقيادية جدا ولكن يعني تبقى مع الراجل لا فيه أنوسة فيه شكل مختلف وفيه في نفس الوقت تقدر أن هي تاخد كل الكرارات هو اللي ياخدها بما زكا بس هو مش كل الستات يعني السدين بالنسبة لي هو خبص على زكا يعني وأنا محبش الستة الخبيثة بصراحة يعني أنا أفضل الستة اللي تبقى واضحة وعارفة يعني مثلا إيه لا أنا مقبلش بدها أنا مثلا وأخذ قراري أن أنا السنة دي هننقل البيت كذا 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 لكن فيه ستات اللي هو إيه اللي أنت عاوزه يا حبيبي حاضر اللي أنت عاوزه لا بعد كنت طب إيه رأيك لو عملنا كذا طب لو عملنا بيقولوا عليه زكاء وبيقولوا عليه دهاء يعني فهل هو مطلوب في الزمن ده قليل من الدهاء مع قليل من الزكاء عشان تعرف توصالي للراجل أنه ياخد القرار لا 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 إحنا خلينا أنه زكاء بس أنا متفق معك أن الأولان دي لأ خلص اللي يا طب يا حبيبي ماشي 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 وهي بتضغط على نفسها أعتيجي في وقت ملقوات أنت هتلاقي نفسك خلاص مخنوقة مش قادرة أنا هتطر أقول لأ أنا هتطر أنفجر الشخصية الحقيقة هتطلع الحقيقة هتطلع أيها هتنفجر أعمل أجمل 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 فغصب عني في مرة هتطلع أقول لأ أنا مش مبسوطة كده أنا متضايقة كده وهنا تحصل لأنه نهارف العلاقة صح طب قبل ده لا خليكي أنت اللي هو الزكاء الأنسى الجميل الحلو وكل حاجة يعني أنتوا كرجالة تحبوا الست الضعيفة؟ مش دايمة لا مش دايمة يعني فيه رجالة بتحب ست ضعيفة فيه رجالة تحب ست قوي نسبة كبيرة من رجالة مش هنقدر نقول يعني ستين أو سبعين في مية من رجالة بيحبوا الست الضعيفة ليه؟ لأنه عايز يحس برجلته وبالسيطرة ولكن دا الراجل أنا اللي هقول المرادة عشان رجالة لو زالت مني لا دا راجل كده يعني فيه حتة غباء شوي لأنها الرجولة مش بالنهاية تقولك حاضر وطيب ونعم وأنها تسمع الكلام وأن تبقى ضعيفة لا هي معاك أنت امرأة ولكن هي قوية جدا شخصتي قوية في شغلها في بيتها مع أولادها معاك في القرارات لأن طبيعي جدا أنتوا اللي اتنين بتشاركوا بعض كل القرارات وكل الأراءة زي ما حريك قلتي مثلا عينين للبيت في الوقت الفلينة طب إحنا لو جينا اتكلمنا عن أقدرت البيت يعني طبعا أفضل حاجة الست الست تقريبية الأولاد الست الست بالزبط جيتي اتكلمت في حاجة كثيرة قوي هنقول الست الست بصراحة والست المصرية المتميزة في الحتة دي جدا الرجالة مش هنعرف لكن الست ده هتقرف وتجيب لك كل حاجة وتاكل أحسن أكل وتخرج وتفسح وتعمل كل حاجة ومحوش لك فلوس صح